ويوجه رسائل لأصدقائنا في العدالة والتنمية في المرحلة التي كان فيها الحزب خارج الشرعية وكان فيه اتصالات مع الإدارة ومع السلطات وصلوا إلى توافق كان من مقدماته هذا التوافق نشر بلاغ وبيان للجماعة تعلن فيه كثير من المواقف خاصة نبدأ للعنف تمسك بالشرعية والقانون وكذلك نقول لمن يعنيه الأمر أننا لسنا حزبا إداريا كما قل نحن الوحيدين الذين خرجنا هذا البلاغ كله حتى الأحزاب المعارضة وصحف المعارضة لم تتجرأ على إصداره هذا البلاغ نشره في صحيفة المتاق الوطني التي كانت ناطقها باسم التجمع الوطني الأحرار هذا البلاغ هو بداية الولوجي للشرعية ودقلبت الدنيا حيث السلطات الحاكمة وقتها لم تكن تصور أنه ستنشره فإذا أستاذ بن كيران بكل موضة هل تعتقد في هذه الظروف صعبة أن حزبا إداريا يمكن أن يقدم على نشر هذا البيان أترك لك الجوار ترجمة نانسي قنقر